خليني أحط برضو نقطة قدامكم أنت النهاردة بتتكلم على فريق بيرجعله أو بيضاف على القايمة بتاعته ستة أسماء ممكن جداً جداً تكون مؤسرة وتصنع الفارق ستة أسماء تقريباً غابت عن المشاركة مع الأهلي في تحقيق الإنجازات الموسم الأخير بطولات كامل العدد أولهم عودة أكرم توفيق وكريم فؤاد والاثنين قوة ضربة لا يستهام بها كريم ندفد وصلاح محسن من الممكن جداً أعتقد أن هم فنشوا الموسم بشكل جيد جداً أتمنى أنه مع كولر يعيد اكتشافهم مرة تانية الاثنين عندهم إمكانيات وعيدة جداً والاثنين عندهم مقاومات أن هم يكونوا لعيبة في نادي الأهلي دي ما فيش شك فيه لكن إزاي تفجر التقاتل اللي موجودة جواهم دي هتبقى مهمة مارسل كولر ضيف على ده ضيف على ده يعني عودة إمام عشور من احتراف خارجي وانضمامه للنادي الأهلي وصفقة ريدا سليم من الجيش الملكي المغربي الست لعيبة دول بالتأكيد إضافة أكيد هتكون مؤثرة جداً مع مارسل كولر هل ده معناه أنه إحنا مش محتاجين مهاجم؟ لا أنا بشوف أن الأهلي محتاج اتنين مهاجمين مش مهاجم واحد في موسم هيكون صعب جداً وشاق جداً مع الأخذ في الاعتبار واحد الأرقام اللي حققتها خزينة النادي الأهلي من واقع البطولات بتاعت الموسم الأخير والأعتقد أنه جزء كبير جداً من وجهة نظر يجب استثماره في صفقات الموسم القادم مع الأخذ في الاعتبار أنه صفقة ريدا سليم وإمام عشور ما يكلفوش خزينة النادي الأهلي كتير بالعكس يعني أعتقد أنه الفارق ما بين بيه حمدي فتحي ومحمد شريف للوكرة وللخليج تقريباً تقريباً يبقى أقل بحاجة بسيطة جداً من التكلفة اللي تكلفتها إن لم يكن موازي لتكلفة صفقة إمام عشور وريدا سليم يبقى الأهم وأنا عيني برضو كجمهور صحيح أنا كجمهور مش معني قوي بقرارات الإدارة لكن في النهاية بالتأكيد الإدارة حتى قدام عينيها حجم الجوائز المالية المتوقعة الموسم القادم من مشاركات الأهلي في السوبر ليج الأفريقي في كاس العالم الأندية في الشامبيونز ليج أفريقيا تتكلم تقريباً على حجم أو إجمالي جوائز يوصل لحوالي 15 مليون كحد أقصى وما يقلش بالنسبة لأهلي ومشاركاته إن شاء الله بإذن الله لو ربنا أكرمنا في البطولات دي عن 10 مليون دولار وبالتأكيد ده داخل فيها الاعتبار